في اثناء جلوسك في سيارتك الساكنة مرجى بك صديقك في سيارة سرعتها 28 بالمئاسين وفقا له اذا هذه السرعة بالنسبة لهذا الصديق فان طول سيارته 6 متر وطول سيارتك 6 و 15 ثم القياسات التي تسجلها انت لهذين الطولين اذا ايضا هذه الاطوال هي بالنسبة لهذا الشخص لهذا الصديق الذي مر في السيارة طول سيارته 6 متر وطول سيارتك 6 و 15 متر اذا القياس الذي يسجله لهذين الطولين اولا نقول ان قياس الشخص المتحرك لطول سيارته هو الطول الصحيح اذا طول سيارته بالنسبة لهذا طول صحيح اذا لام النوت تساوي 6 متر لانه يعتبر ساكنا بالنسبة الى الحدث وقياس الشخص الساكن الجالس في سيارته هو لام تساوي لام نوت على لمدة تساوي لام نوت في واحد ناقص عين تربية على سين تربية اذا ستة مضروبة في واحد ناقص 28 بالمئة سين تربيع على سين تربيع ومنها ستة مضروبة في تخلص من سين تربيع ونربع 28 بالمئة ونطرحها من الواحد يصبح لدينا 216 اذا الان نخرج ما هو الجذر ونضربه في ستة فيصبح اذا طول السيارة 5.76 طولة السيارة التي تجلس انت فيها الساكنة اما قياس الشخص المتحرك بطول سيارة الشخص الساكن فهو غير صحيح الان قياس الشخص المتحرك وهو الصديق هذا طول هذه السيارة غير صحيح يعتبر لانه كان يسير لانه كان متحرك بسرعة ثابتة بالنسبة للحدث وبذلك فانه لام تساوي لام نوت على لمدة ومنها لايجاد لمدة واحد ناقص عين تربية على سين تربية تساوي الان تصبح لدينا لمدة وهي واحد على تحت الجذر واحد ناقص عين تربية على سين تربية بتعويض القيم 28 بالمئة تربية على سين تربية وهنا ايضا سين تربية 1.04 الان اذا لمدة الام وهي 6.15 وهي طول السيارة الغير حقيقي تساوي لمدة نوت على لمدة وتساوي 1.04 اذا لمدة نوت تساوي 6.15 مضروبة في 1.04 ويساوي 6.4 متر وهذه القيمة تمثل الطول الذي يقيسه الشخص الجالس ساكنا في سيارته اشتركوا في القناة